اشتركوا في القناة 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 مواطن مخبر وحرامي ما حسيتش شغفة شوية ان هو برضو قافل عن نفسه فاصل نفسه عن دين فكرتني لو هتقارن بين مواطن وفيلا فيلا ساوستين يمكن الحاجة الوحيدة اللي انا حسس انهم مرايبين من بعض بصراحة ايه؟ غير الفيلا هي فكرة انه في المواطن هو كان طول وقت عايز يدور لحاجة وربراحت منه ارتكب جريمة فيلا ساوستين هو طول وقت مش عايز اي حاجة هو عكسه تماما مش عايز اي حاجة ولما حصلت غيرته جدا وحس ان هي مهمة جدا بس هي حاجة انسانية جدا فهم عكس بعض جدا ده بيدور لحاجة وده مش عايز يدور لحاجة مش عايز حاجة من اي حد فهم عكس بعض اه هو في حاجة بس انتو دليد ظلمين شخصية حسين كده قوي انا دنيتني اللغات اخر الشو دوت او اللقاء دوت عشان اشوف بس القراء لقيت كلكم ظلمين شخصية حسين برغم انا انا فعلا انا شفت الفيلم من نصه بس الحمد لله عرفت ايه اجيب اجيب على بعض لا بس حقيقي حقيقي فعلا هو شخصية قد ايه انسان قوي وبانت وكلنا مش عارفة مش خدناش باننا من الحكاية دي بانت ان هو عايز يشتري الارض بتاعة الخطيب بتاعة البنت الممرضة علشان يسعادها في الجواز وقد ايه كان بيعني بيحسوا ان هو يتجوزها وان هو خايف عليها وبانت في حاجات كتيرة قوي يعني مش دي بس هو ليك ايه المغزى ان حسين ما خرقش من الفريم بتاع الفيلا ليه يعني عشان بيحب الفيلا دي الفيلا دي هي حياته وهو حس ان هو عايز يحاوت نفسه بالحاجات اللي بيحبها ممنوع التليفونات في الفيلا لو شفتي المشهد ده ممنوع التليفونات في الفيلا فهو ممنوع حد يخش اصلا الفيلا دي غير هما حد حيدر اللي بيجيب الحاجات من المكتب وعمل قوانين صارمة حتى عن الكتاب بيبقى في مكانه وبالترتيب لما يدور على الكتاب لازم يلاقيه في مكانه هو زي ما قلت في الامر هو قرر يعني واضح اوي في الجزء ده ان هو قرر ان هو يحاوت نفسه بالحاجات اللي بيحبها بقوانين صارمة ومش حيتنازل عنها وانا شخصية حسين انا محسيتش ذات اجراسف يعني محسيتش ان هو حد واحش بالعكس حسيت فكرة الغربة ما بين الحاجات القديمة المظبوطة زي مثلا غاني عبدالوهاب والدش والهبل اللي احنا بنسمعه واللعتي حسيت ان هو ليه حق يكون كده قوي ويحافظ على نفسه قوي كده وياريت احنا كنا عرفنا نعمل كده على الفن بتاعنا لانه حاسة ان مصر دلوقتي ما تشبهش لأي حاجة مصرية يعني حاسة اللي بيحصل في مصر ده مش مصر ده مش مصر احنا مش مصر خالص حسيت انه لأ هو بالعكس هو هو محافظ على ده جدا وياريت احنا احنا شفاءنا او حلنا في ان احنا نندمج في الحاجات القديمة دي ما نسيبهش تروح يعني ما نسيبش مصر اللي احنا رفها تمشي يعني انا معاكي بس مع الاخذ في الاعتبار انه ما نقلهش الايكون سباعت نعني ما ينفعش ان نقول ان مش هيبقى فيه ام كلسوم تانية غير ام كلسوم نندمج فيها زي ما عملوا كده مين عارف ممكن نبتدي عد صغير للاقتي خالص يبقى اهم من المكلسوم في المستقبل احسيت انه ما ينفعش نقله الماضي على انه مش هيكرر ابدا لا هو ده هو ده لا يخليه ما يكررش لكن لو عايزي زفاني يكرر لازم تقوميني بان المستقبل ممكن يبقى فيه اهم اكبر من الحصول الماضي مع احترامنا وحفاظنا على الماضي ده من غير ما يتباعوا يتهدوا كلامين ده حسيت ان انا سيبت حتة مني فيه فكل شوية محتاجة ارجع ازور وكده تاي فلما شوفتو تاني النهاردة ما ما حسيتش ان انا زهقينة او مكس حسيت ان ارجعت مكان مثلا انا كنت مفتقدة وبقى لي فترة فا رجعت له روحت الفيلا زي ما هي عملت بس انا ما لفيتش كده كده كتير يعني انا عرفتها فين ودورنا وروحت مرة بالليل وقلت هجي تاني الصبح وهحاول ادخل يعني انا كده جاتلي فكرة عظيمة احنا فيه احتمال كده نعمل اكتتاب عام ونحاول الفيلا الى مكتبة او الى تاع انا شايف انه لو الفيلم فعلا ما اثر عليكو كده اصحاب الفيلا هينبسطوا جدا قال نعمان وممكن يكون ده سبب اسباب ان خلينا المشتري ما يبقاش بقى قطري او اماراتي حاليا